يعني ولا الموقع الرسمي قال ولا قناة النادي الاهلي قالت حسب مين يعني من امبارح للنهاردة مش انا حسب مين طبعا ولكن من امبارح للنهاردة الكلام كله على ان يعني يا جماعة اصله اللعيب ده عنده اصابة مزمنة اللعيب ده النادي الاهلي دفع فيه فلوس بيرمي النادي الاهلي ده يا جماعة بيرمي الخطيب ده فاشل هو ده الموضوع الخطيب ده فاشل النادي الاهلي بيرمي فلوسه في الارض او الله العظيم هو ده الكلام اللي تقال اقروا كده وشوفوا الكلام اللي انا متأكد ان حضراتكم عارفين من امبارح للنهاردة ايه اللي بيحصل من امبارح للنهاردة كلنا قاعدين مستنيين بيرستاو حينزل انا كنت عارف طب لكن كلنا مستنيين ناس كلنا مستنيين بيرستاو حينزل التمرين مش حينزل بيرستاو نزل التمرين واتمرن وعمل التمرينة الجماعية كلها ده أنا حتى شفت بعد كده بيقولك إيه جايبين صورة البرسة والله بجد جايبين صورة البرسة تاوي لوحده وهو واقف عادي ما عرفش جابوه إزاي لوحده بينطل يقولك أهو بص ما بيتمرنش مع الفرقة بيتمرن لوحده مش للدرجات يا جماعة يعني مش للدرجات هو أنا لو عندي لعيب مصاب ما أنا حطلع أقول إن هو مصاب هو فيه يا جماعة هل الحرب الإعلامية تصل لهذه الدرجة أهو أهو دي الرجل في التدريب النهاردة أهو هل الموضوع يصل إن أنت عايز توصل للناس إن أنت صح والباقي كله غلط زي ما بقول لحضراتكم أنا من مبارح للنهاردة كل الناس بتتكلم إن ما فيش برنامج رياضي وما فيش موقع رياضي قليل جدا وما فيش أي حد تتكلم عن الموضوع ده مبارح وقال إن برسة تاوي مش مصاب بل وتم تحديد إن برسة تاوي مصاب عنده مزق في العضلة الأمامية وحيقعد من أربع لستة أسابيع طب أقول لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر